مرحلة جديدة دخلتها محافظة إدلب السورية مع إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق الروسي التركي وانقضاء التاريخ الذي حدده الاتفاق لخروج المسلحين التابعين للتنظيمات المسلحة من المنطقة العازلة حيث أعلن عن إخلاء المنطقة من السلاح الثقيل في العاشر من الشهر الحالي وبينما سحبت فصائل المعارضة السورية المسلحة منذ أيام سلاحها الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح أفق ما نص عليه الاتفاق لم تقم قوات النظام بخطوة مماثلة بل واصلت خرق اتفاق الهدنة الروسية التركية حيث تعرضت قرية زيزون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي لقصف مدفعيا من قبل قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين ما أدى إلى سقوط جرح من المدنيين كما طال القصف بلدة الزيارة وقرات الواسط والقاهرة والمنصورة مراقبون رأوا أن نتائج المرحلة الأولى من الاتفاق سوتي أنجزت بنجاح حيث انتهت وفق الزمن المحدد لها من دون حدوث اشتباكات أو اقتتال بين التيار الضعيف الرافض للاتفاق وبين الموافقين عليه ضمن هيئة تحرير الشام وباقي التنظيمات التي أعلنت رفضها له ورأى المراقبون أن هناك تحديات تواجه الاتفاق منها وجود التنظيمات المصنفة إرهابية في المنطقة من دون أن تحل نفسها في ظل ضرورة تأمين فتح الطريقين الدوليين الواردين في الاتفاق حيث يفترض أن يبدأ طرف الاتفاق روسيا وتركيا بإجراءات مرحلة جديدة تتضمن فتح طريقين يربطان مدينة حلب بالساحل السوري والعاصمة دمشق وكلهما يمر ضمن محافظة إدلب التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام ومن المفترض أن تنهي المنطقة منزوعة السلاح الثقيل أي احتمال لتصادم عسكري واسع النطاق بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام ما يعني عملياً انتهاء الحرب بين الطرفين في حال صمود هذا الاتفاق الذي يبذل الروس والأتراك جهوداً لتنفيذه ضمن المهل الزمنية التي قررها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتي ترجمة نانسي قنقر